اهلا بكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. تمانية كيلو من البرسيل الجل مخصوص للناس اللي ما بتحبش السودا الكوية ولا الزيت ولا الكحول ولا تجيب بشر صبون الغسيل وتشتغل بي ولا اي حاجة من الحاجات دي. هنعمل تمانية كيلو من البرسيل الجل جودته حلوة وريحته حلوة جدا. والجميل في الموضوع ان احنا هنعملو بتلات مكونات وموجودين في اي بيت عندنا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولو امروا تشوفوني معكو اميرة شعراوي ان كانت ميرو شعراوي. بحب صبونة في المنازفات لاني بحس ان هي جودتها عالية وبتديني النتيجة اللي ترديني اكتر من انواع تانية من الصبون. يعني انا مسلا عندي دوره ومعندي انواع تانية فيش دعيل ذاك الاسمها بس انا بحب صبونة وصبونة دوش. هما الصبونتين دول على قد ما هم مش غالين على قد ما هم فعلا بيدوني نتيجة مرضية في المنازفات. هبدأ ابشر الصبونة بتاعتي. سعر الصبونة دي عشرة كنية علشان اقول لكم التكلفة النهائية هتكلفني كام? طيب نزلت بلتر من المية السخنة ولو كانت مغلية يكون افضل انزلي كده على المبشرة علشان الصبون يبوش معيك. لو سبتيش وها لحد ما ينشف هيبقى صعب ان انت تخسليها وتنظفيها وممكن لقدر الله تعورك. اللتر بتاع المية المغلية مش محتاجة ان انا اقلبه في الصبون. عايزة اقولك لما تيجي تعملي وصفات في الصبون عموما ما تقلبيش كتير ويمكن بتلاحظوا ان انا ولا باستخدم هند بلندر ولا باستخدم خلط لاني انا ما بحبش اطلع رغوة بتاعت الصبون في موضوع التقليب الكتير. فانا دلوقتي اتأكدت ان لتر المية المغلية مغطية الصبون بتاعتي وهاركنها مش اقل من ساعتين تلاتة واربعة عايزة تسيبها لتاني يوم براحتك مفيش اي مشكلة. بصوا شكلي الصبون يتجمد معانا ازاي? هو يعني ممكن بالسكينة كده يتقطع. طيب هاخد الصبونة بتاعتي وحنزل في طبق كبير عشان هبدأ ان انا افكها بالمية. مية صخنة مية ساعة مش هتفرق هي تاني مرة بتتفك بسهولة بتتفك بسهولة عن اول مرة. خلاص طلامة الصبون انا آآ دوبته آآ او حليته مش هحتاج الوقت ولا المجهود اللي اخدته اول مرة علشان الصبون يفك معايا. بصوا انا مش بقلب. انا عايزة اقول لكم ان انا لو قلبت جامد بالمضرب اليدوي او الهندبلندر او كانت انا اللي بشتغل به. مش هياخد معايا مسلا الخمس دقيق بس انا عايزة افكه. مش عايزة اقلب كتير علشان زي ما قلتلكم ما استنزلش الرهوة بتاعت الصبون وافضل محتفظة بيها. قلب يبراحة فكي براحة. احنا مش مستعجلين احنا بنعمل وصفة هتقعد معانا. يمكن اكتر من شهر او ممكن شهرين كمان على حسب استخدامك في المنظفات. بدأ يفك معايا هو هو الصبون ده زي ما انتم شايفين كده. يعني في نوع من الهشاشة دلوقتي. مش متجمد زي ما كان اول مرة. طيب انا قلبت شوية وتأكدت ان هو خلاص داب معايا بس خلوا بالكو. لسه ما زال في بعض الكطع الصغيرة. والكمية اللي انتم شايفينها دي احنا هنضعفها. طبعا انا التكتلات الصغيرة اللي انتم شايفينها دي. انا مش عايزها في الوصفة بتاعتي نهائي. انا دلوقتي ركنت الصابون تاني للمرة التانية حوالي تلات ساعات او اربع ساعات. لان انا اوصل للقوام اللي انا عايزاه. يعني انا عايزة افضل افكه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طب ماه يا اميرة كل ما حتت حطي مية كل ما رغبته هتضعف او هتقل. ماهو انا هستخدم معاه مكونات تانية. انا بستخدم الصابونة دي لانها بتنظف معايا حلو قوي. ولانها رغوتها عالية. طيب انا دلوقتي نزلت بليتر من المية. على فكرة دي مية عادية مش سخنة ولا حاجة. خلاص. ومعايا كوباية كبيرة طمج زي ما انتم شايفين. بس لو انتوا هتستخدموا استخدموا كوباية كبيرة من المسحوق البودر الغسلات العادية وبأكد عليكم تاني غسلات عادية لان ده لو مسحوق اوتوماتيك. هيعملك اه او هيطفيلك الرغوة اللي في المسحوق بتاعك. فاحنا بنجيب مسحوق وياريت. ياريت المسحوق يكون الحبيبات بتاعته نعمة. في بعض المسحيق اللي بتتباع الحبيبات بتاعتها بتكون خشنة. لأ خلينا في الحبيبات النعمة علشان انا عايزة ادوبها في الصبون بتاعي. اظن الحد دلوقتي ما جبناش مكون صعب ما جبناش مكون صعب ان احنا نحصل عليه. احنا جبنا صبونة بشرة موجودة في كل بيت. ويا ستي حسهل هالك. لو عندك بواقي صبون بشرة هاتيها واستخدميها هتقدي نفس الغرض. معانا ريحة حلوة معانا نظافة. معانا المكون التاني كان كباية كبيرة من المسحوق البودر. قلبت كويس المسحوق البودر? علشان اتأكد ان هو اختلط بالصبون بتاعي. المكون التالت معايا هو البرسيل الجل. البرسيل ده انا كنت جايباة من محلات المنازفات اللي هو بيبقى السايب. الكيلو بتاعه بخمسة جنيه. طيب عندك البرسيل اللي هو الشركات حطي منه برضو كبايتين كبار. عايزة تحطي الكيلو ده كله انا اخدت مجين اتنين يعني نص كيلو. انت عايزة تحطي الكيلو كامل مفيش اي مشكلة. عايزة اقولك بس على حاجة من باب الامان علشان نبقى متفقين. هل ده برسيل جل الشركات وحكتبلك في العنوان كده برسيل جل الشركات وتعالجه? هو ده مش بتاع الشركات ولا اللي علاقة بتاع الشركات? انا بعمل آآ حاجة في بيتي تأدي الغرض وتوفر لي واهم حاجة تنظف. طب ليه مش هينظف? ايه اللي خليه ما ينظفش? صابونة البشرة حلوة قوي قوي بنغسل بها الشربات وقيقات الامصان والاساور والكلام ده كله وبتنظف معايا حلوة قوي. المسحوق البودر ازان انا بستخدمه كده لوحده بدون اي اضافات وبينظف معايا حلوة قوي وريحته حلوة. البكسيل الجل حلو. وقوام وريحة وكده بس آآ كيلو بخمسة جنيه يعني احنا مش هنتحكرة بعض يعني انا حطيته دلوقتي علشان بعزز الجودة بتاعت الحاجة اللي انا عاملاها في البيت. طيب اهم حاجة عندنا النهاردة في الوصف بتاعت النهاردة التقليب الكويس. خلاص يبقى انا قلبت صابونة البشرة مع قدوا بلكم بسلس القوام تقيلة ازاي? صابونة البشرة مع البرسلجل اللي انا شرياء اللي هو الكيلو بخمسة جنيه من عند طول النازفات مع كوبات المسحوق البودر. هاخد بقى كل المكونات دي واروح بيها على النار. على النار? اه على النار. وقلتلكم قبل كده ان الصابون لما بناخده على النار بيديني نتيجة افضل بكتير ما بشتغل به بدون ما رفعه على النار. بصوا بقى عامل معايا زي الميا. طبعا ممكن دلوقتي الناس هتتخض اللون راح فين? هو اللون اللازرق ده كان بتاع البرسلجل. وزي ما احنا عارفين لما المنتج بيسخن او بتحط على النار او بيبقى فيه مسلا سودا كوية بنسبة عالية. الالوان دي اه بتروح. طيب انا دلوقتي خلاص بقى زي الميا وهسيبه تاني يوم لحد ما يبرد معايا. تاني يوم بقى اه ممكن نص يوم اهم حاجة بس يبرد. بصوا بقى بعد ما بارد رجعت ايه ازاي? عشان انتوا كنتوا شايفينوا ميا. انا مش عايزك تتخضي ولا تلاقي كل المراحل دي انت هتمر بيها. طبعا انا بقلب كتير بس بجري الفيديو عشان انتم ما تزهقوش. هرجع اخدو بقى تاني في حاجة. بصوا تقيل ازاي? عايزة تشتغلي بيه على القوام ده. مفيش اي مشكلة خالص. بس انا بصراحة آآ عايزة يعني اخفف القوام اكتر من كده لان هو ما شاء الله في يعني تلات مكونات حلوين قوي دول تلاتة لتر يا جماعة من الميا. عايزة تحط الليتر واحد حطي. عايزة تحطي اتنين لتر وحطي ولكن انا حطيت تلاتة لتر من المياه. ولو انتو قلقانين ان كل ده يفصل الرغوة لما تقلقوش في الاخر هوريكو الرغوة بتاعتو عاملة ازاي? ما تتخضوش بقى من كلمة الرغوة بتاعتو بالنسبة للغسلات الاوتوماتيك. احنا لما بنيجي عمتا في القنوات عايزة كو تاخدوا بالكم ده الحتة دي. في القنوات بتاعت اللي هي بتصنع الصابون. لما بيجوا يوروكي الرغوة في الاخر هم بيحطوا الصابون او ايا كان الحاجة المعنى في شوية مية صغيرين وبيحركوها كده فالرغوة بتباني. عايزة كتراعي كمية المية اللي بتكون موجودة في الغسالة. كمية المية اللي بتكون موجودة في الغسالة مسلا يعني ما تقلش مسلا عن تلاتة كيلو اربعة كيلو اكيد مع الكمية اللي انت هتعطيها مهما كان المنتج اللي انت عاملها او الحاجة اللي انت عاملها اكيد الرغوة تبقى قليلة قوي. بصوا هدلوقتي ما شاء الله يعني زبط معايا هو ده القوام اللي انا عايزها. وانا كل اللي عملت ان انا بس حطيت لون علشان التصوير. بالنسبة لك انت لو ما عندكش لون ما فيش اي مشكلة. هتخفيه وتوصلي القوام اللي انت عايزها. وتحطيه في الجراكن وتشتغلي بعدي جدا. طب هو يا اميرة مش هيتقال تاني. لا خلاص. خلاص كده القوام بتاعه تمام. كمية الماء اللي انا حطوها مظبوطة ومناسبة. آآ الصابون السيل مع المسحوق البودر مع صابونة البشرة كل دول لما قلبناهم كويس واخرناهم على النار. فكده تمام ان شاء الله القوام مش هيتغير وانا بضمن لك ده. دي بس كانت نص معلقة كده من الالوان المايكة علشان تديه لمع لبرسيل بتاعي. وزي ما قلت لك لو ما فيش لون. لو ما فيش لون مايكة. لو ما فيش اي الوان. احنا بنشتغل بيه عادي جدا. طب لو تلاحظوا ان انا النهاردة ما حتتش آآ كربوناتو ملهاش اي لازمة. خالص. هما بيقولوا ان الكربوناتو بتمنع التكتل الصابون انها هيرجع ايه تقال تاني. لأ هو مش هيرجع ايه تقال تاني خلاص. طيب ما حتتش سكر السكر بيزود الرغوة. انا معايا تلت حاجات بسم الله ما شاء الله رغوتهم عليها جدا. ده كفية صابونة البشرة لوحدها. بصوا بعد بقى ما ركنت مسلا تلات اربع ساعات كده والرغوة هي دي تخالص وراح تخالص. ده بقى القوام بتاعي. زي ما قلت لك عايزة لي اكتر من كده انت حرة. بس انا بالنسبة لي القوام ده لا اعجبني. ولما شفت رغوته لقيتها ان هي ما شاء الله يعني هورها لك معايا دلوقتي. واعتقد احنا شفناها في اول الفيديو. الكمية دي حوالي تمانية لتر وهنحطهم مع بعض في جراكن وحنشوف آآ الكمية قد ايه بالزبط. طيب ناس كدير بتسألني هو الصابون او برسيل او ايا كان احنا عاملينه يعني مسلا برسيل ده ممكن يقعد معايا قد ايه? يقعد معاكي ان شاء الله ست سبع شهور ما ما فيش اي مشكلة خالص. طالهم احنا حطينه في جيركن ومغطيين الجيركن يبقى فين المشكلة اللي هتحصل. يعني آآ ولا مسلا هيعفن ولا هيبوز احنا مش مستخدمين بقى لا زيت طعام ولا مستخدمين مثلا آآ لمون آآ اللي هو معجون اللمون ولا معجون القشر البرتقان ولا الكلام ده كله احنا حطين برسيل جل وحطين صابون بشرة وحطين مسحوق بودر. يعني مفيش اي حاجة ممكن ان هي تبوز. اهم حاجة بس تحطيه في جيركن او في علبة وتقفلي عليه كويس علشان ما يتوسخش. هي دي بس المشكلة. بصوا الكمية دي حوالي نص كباية. تعالوا بقى نشوف الرهوة بتاعتها هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. الرهوة هنا عالية زي ما انتم شايفين كده علشان انا حطى كمية مياه قليلة. انما لما اخد المعيار بتاعي اللي انا هورهو لكم ده ما انا هحطوه في الغسالة وهوريكم. على فكرة انا لما باجي اخسل ابيض بحط معاه الجري وبحط معاه البنبة بصوا لو ما دلقتش ما بقاش اميرة. انا دلوقتي احتيت كوب بايتين من الكوب المعياري علشان خاطر اه ده ابيض. وانتم عارفين الابيض بيبقى محتاج ينضف شوية. انا خلصت الفيديو بتاعي. يارب يكون عجبكم وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة.